في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعالمين بمدينة العالمين الجديدة بمحافظة مطروح وفي تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن منظومة الجامعات التكنولوجية ترتبط بقطعات الصناعات والتنمية لفتا إلى أنه يجري التوسع في إنشائها في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال منقشة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم كان هناك مواضيع خاصة بوزارة التعليم العالي متمشية مع هذا التوجه الذي أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء وهو الاهتمام بدعم القطاعات المختلفة الدولة وخصوصا القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات التعليم فكان هناك جامعة أهلية مشروع قرار سيد رئيس الجمهورية لإنشاء جامعة أهلية وهي جامعة بنها الأهلية أيضا جامعة خاصة باسم جامعة المصرية بالعالمين وهناك أيضا إضافة بعض الكليات بجامعتين خاصيتين بجامعة المصرية الصينية وجامعة الدلتا بجمزة ترجمة نانسي قنقر